اعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو عن الفائزين بجائزة اليونسكو الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال التعليم في دورتها الثانية عشرة للعام 2020 وهما مخطط طالب جامعي لكل قرية من جامعة الصين المفتوحة بجمهورية الصين الشعبية ومنصة التعليم التعاوني من مركز تحليلات التعلم بجامعة توركو بفنلندا وذلك عن موضوع الجائزة لهذا العام وهو استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز استمرارية التعلم وجودته وقد تم اختيار الفائزين بالجائزة من بين العديد من الترشيحات التي قدمتها حكومات الدول الأعضاء في اليونسكو وفي المنظمات الشريكة لها بداء على توصية لجنة تحكيم دولية مؤلفة من خبراء عالميين في مجال التعليم من مختلف دول العالم وبهذه المناسبة أكد سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيم وزير التربية والتعليم على الأهمية الكبيرة لهذه الجائزة العالمية التي تفضل بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى أهل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وتبنتها منظمة اليونسكو حيث تنسجم أهدافها مع أهداف اليونسكو التي تركز على التوسع في توظيف تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال التعليم مشيرا إلى أن العدد المتزايد للمساهمات والمشاركات القيمة التي تتقدم بها الدول سنوية للتنافس على هذه الجائزة يؤكد مدى أهميتها في خدمة الإنسانية من خلال التعليم وأوضح الوزير أن الجائزة سلطت الضوء في دورتها الثانية عشر على دور الذكاء الاصطناعي في ضمان استمرارية التعلم وجودته للجميع خصوصا في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا كوفيد 19 والتي أدت إلى الاعتماد على التعلم عن بعد باستخدام التكنولوجيات الحديثة حيث تكافئ الجائزة المبادرات الهادفة إلى إيصال التعليم الجيد لجميع الفئات باستخدام التقنيات الحديثة وضمان تكيفها مع الاحتياجات الخاصة لكل المتعلمين وهما يتناسب مع التحولات التي يشهدها العالم اليوم تكيفها مع الاحتياجات الحديثة شكرا